اشتركوا في القناة على المقابلة اللي الحمد لله أن فريق النادي القنيطري يتمكن من حصد نقاط ثلاثة فيها واللي ستجعلنا إن شاء الله نأمنوا أكثر بالحضور دينا غير بداية لقاء سيحسان وقراءة تقنية على المقابلة أولا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم كان بغين نشكر اللاعبين عن المجهودات اللي قاموا بها ومنذ الاتحاق بإدارة تقنية النادي القنيطري كنظن أن اليوم كنا كنا نعرفوا أننا سنواجه واحد الخصم المحترم كان مقابلة ستكون صعيبة على الطرفين ولكن كنا كنا عزمين كان لدينا إسرائيل على تحقيق نتيجة إيجابية يعني تخلينا نرتقيه في سبورة الترتيب وتعطينا ثقة أكبر تخلينا نشتغل في المستقبل بأريحية كنظن كل ما خططنا له نحن سنحقق النتائج كما شايف الجميع كانت مقابلة صعبة خاصة أننا استطعنا أننا سجلوا هداف وتلقينا هداف آخر دي آخر الوقت من المقابلة ولكن اللاعبين كما قلت لكم كان كلهم إسرار وكانوا آمنين أنهم حقوا ثلاث نقاط اليوم الحمد لله استطعنا من هجم يعني مضادة أننا من بعد من بعد ما لعبنا السونطر أننا نسجلو هداف ثاني وتقاتلنا يعني دفعنا بقتلية دفعنا بذكاء واستطعوا أن الدراري يخرجوا للمقابلة لبر الأمان ونأخذوا ثلاث نقاط ثلاث نقاط سمينة في المصر النادي القنيطري وثلاث نقاط ستكون عدة الوقع الإيجابي من ناحية النفسية والدهنية على جميع مكونات الفارق كما قلت تخلينا نتشتغل في أريحية تكون عندنا نهاية أسبوع نفرحه مع الوليدات مع الأهل مع الجماهير مع جميع مكونات النادي والتالي رجعوا بداية الأسبوع بكل مسؤولية بكل تركيز على أننا نهيئوا المقابلة المتبقية في الدورة الدهب وإن شاء الله نحاول أننا حتى هي نحق في نتيجة إيجابية أشعر أولا نحن نعقب على التحكيم كما شاهد الجميع وتابع كانت نظن أن كانت بعض القرارات الغير صائبة ويبقى الحاكم تروه يبقى إنسان كاللاعب كالمدرب يخطأ ولكن الخطائق لم يكن متعمد فهذا يعتبر إنساني وشيء جميل ولكن التعمد الذي يكون عنده الآثار السلبي على الجميع ويخلق الجو من الشحناء التي تجعل كل الأمور تخرج على السيطرة ولكن لا نظن ربما الحاكم لا توفق بعض القرارات وكنتمنى الجميع حكام أنهم يكونوا تهموا في الجهزية التي تجعلهم أنهم يقدموا مقابلات كبيرة وينصفوا للفرق لكي يحاولوا أن يضيعوا مجهودات الفريق إن شاء الله مرهد 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 دفاقة الحمراء الذي قد نهاية مقادرة وكما قلت لك وقت واحد ما كان كنتمنى الطرد الإجروة كان الحكام ولكن ربما حتى الضغط لأن الحكام يجعله أنه يتخذ ذلك القرار كان يكون شوية مرهد ويجعله أنه يسلم على الصديق ويخرج وعنده كامل الصلاحية أنه يزيد وقت يعني في الوقت الإضافي هذا من حلو القانون ولكن نظن أن كما ذلك لكم قد تخلق خيسيون التي كانت قوة المقابلة الجماهير فهذا بعد مرات يجعل الإنسان يخطأ ما كان يهمنا هو الثلاث نقاط طبعا أن نحصدها والحمد لله ذو المهم ربيع ربيع صاحب ليلة السابع شفنا تهدو في آخر دقائق وفرق أجهدو في كل ساوية عيدم مش هدي كتعبط على الجهز للفارق أجهدو 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 الحمد لله التوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يمكن شخص يتوقع أنه ستسجل عندنا في ذلك الوقت ونرجع في اللاب سدود كما نحن 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 عازم ومركز أن نحق إيجابية هذا يدل على الشخصية الفريق اللاعبين أنه يتسجل أنه يتسجل أنه يتسجل أنه يتسجل حكام ونحن خاصة لأنه لا يتسجل لا تشبهها جميع الفرق فكيمتزو فيها إلا الفرق التي تكون عندهم شخصية وكيكون قوية كنظن نقطة إيجابية تخلينا اللاعبين أن ودي كانت نقطة في الموسم الفارق لأن حتى في الموسم الفارق كنا استطعنا أننا نرجع بعد المقابلات حتى يعني التواني الأخيرة من المقابلة وكننا نسجلوا بالنسبة لك السيحسان لتعادل الفارق حسن فرنزالي مجدد كانت وقت ميت ووقت قائتي جداً ما هو الإحساس الذي كنته كمدليب في هذا الوقت؟ وعندي سؤال آخر تعرضت له في الحلقة التي قدمناها للجمهور الربوات أنا لم أكن من المستوى الكبير ذلك التوفيق إجراطي وما لم أكن تشوش أن فارق النادين يقول لك محتاج للاقصة حربة حقيقية في مركات وشتوي باش يعطينا ذلك التوفيق إجراطي اللاعب اللي يكون في الأجنيحة أو في وسط الميدان أولاً كان شكرك على التواصل دائماً للصحيفة وكان ظن أن التوحد لم يتمني تلقى هدف في اللحظة الآخرة دي المقابلة ولكن كما قلت كان يبقى دائماً عندنا إيمان عندنا إصرار على أننا دائماً نحق نتجة إيجابية وكننا حاولوا دائماً أننا نرسخوا بعد الرسائل في الدهن اللاعبين على أنهم دائماً يبقوا آمنين في الحضوط ديالهم طيلة المقابلة حتي صفر الحاكم الصافر الأخيرة وبالتالي هذا هو وليشنا اليوم ويكت تعد نقطة قوة وكما قلت ستل الموسم الفارض يعني العديد من المقابلات استطعنا أننا نفوزوا في اللحظة الأخيرة من الوقت الميت ونعطي على سبيل المثال مقابلة الأولمبيك اليوسفية ضيعنا ضربة جزاء في اللحظة الأخيرة وستطعنا في الوقت الميت أننا نسجلوا هذا وبالتالي يفزنا كما قلت نقطة قوة تكون كيكتسبة الفارق تأتي من الثقة تأتي من الإيمان وهذا هو العمل نخصنا دائماً نرسخوا في الدهن اللاعبين أنهم يبقوا قويين يبقوا مركزين ويبقوا آمنين في حدودهم إلى آخر سافرة الحاكمة وبالنسبة للتوضيف بالنسبة للتوضيف سوف نرى الكثير من اللاعبين في الاماكين ولكن أنا كان آمن بشكل كان نخدم في الكثير من الأمور وكان نخدم اللاعبين في الاماكين التي نحاول أن نقحمهم فيها لكي يكونوا لديهم الروبير لكي يدخلوا لا يشعروا أنهم غراب في ذلك يشعروا بشكل غريب وما يعرفش يعدي فنظن نحنا نشتغلوا بالإمكانية اللي عندنا ولكن أكيد أننا الفريق كما أسبق لي وقلت السيد الرئيس ما فيش واحد توازن لأنه كان يندي بوصلي في مربعة اللعاب وكان ينبوصلي في اللعاب واحد فبالتالي كان الهم دينا الوحيد أننا استرنا بعض الأهداف اللي كانت آنية وخصنا نحق نتائج لترجع الفريق للسكادية النتائج الإيجابية ومن ثم نحاولوا أننا ندير واحد دراسة والحمد لله دبت بينات الصورة فكما قلت لكم بقى أننا مقابلة في مباراة ديال الدهاب نتمنى أن ننهيوها بنتجة إيجابية ومن ثم سوف نرى اللاعبين يمكن يغادروا الفريق أو اللاعبين يمكن يلتحقوا لكي تكون لدينا تركيبة بشرية تكون إيكيليبري ونحاولوا أننا لا نضحوش في هذه المشكلة التي نحن فيه ولكن الحمد لله ونحن أفكت كوننا سوف نديروا نتجة إيجابية ما هو علمت من بحث مع المنظمة هل ستكون لدينا كيف تكون لدينا لاعبين في الرجل؟ أكيد أكيد كما قلت سوف نرى اللاعبين الذين يغادروا اللاعبين الذين يتحقوا وبعد ذلك سوف ندير جلسة مع صيد الرئيس والإخوان في المكتب ومثل ما إن شاء الله سوف نرى الإمكانية ومثل ما هي اللاعبين الذين يستطيعون استخدوه وإن شاء الله سوف يكونوا اللاعبين الذين يعززوا التركيب البشرية لدينا وإن شاء الله سوف يعطون المجموعة لكي في مرحلة القيام سوف نكونوا أحسن حلاء وإن شاء الله نحاولوا النتائج الإيجابية ونحاولوا أننا في آخر موصيم ننهيه بوحد الفرحة التي تعم مدينة القنيطرة وكل الكاكاوف تبقى على العالم كلها شكرا شكرا لكم شكرا شكرا شكرا